نعم، معنا الأستاذ حنفي من القاهرة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذاك يا دكتور نعم أو فضل الحمد لله أنا قلتها لها ساعدتك قبل كده وبقولها لك تاني ربنا يديني رزق ومال والحسنات قد ما بحبك يا الله، ده إيه الجمال ده؟ ربنا إذاك حاجة حنفي يا دكتور حيات ربنا الله إذاك حاجة حاجة أنا ليه طلب عن ساعدتك وشو قال؟ اتفضل السؤال أنا كنت سمعت في التلفزيون أن الدعاء قالوا يعني فيه شيخ كويس محترم يعني ربنا باركله إنك قبل صلاة الفجر تصلي رقعتين وتدعي عايز تدعي لولادك لنفسك ده 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 فلا بقعتين دولار تسليهم إيه؟ يعني رقعتين دعاء ولا رقعتين طي وخبال ساعدتك ده 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 سؤال وعال إن فعلا الدعاء قبل صلاة الفجر بيوصل لله سبحانه وتعالى أجاوب على حضرتك حوار ربنا بارك في تد الثاني بقى أنا بس اتساعدتك أو عزك تدعي للمستر محمد حنفي وسيادة المستشار أحمد حنفي يا رب يا رب عشان هم مخنييني باشا ربنا ربنا إن شاء الله يحفظهم يا رب ويجعلهم إن شاء الله في خير حال ويوسع عليهم ويشرح صدرهم ويرضيهم يا رب ويجعلهم في خير حال ويرفع قدرهم يا رب العالمين زي ما هم أحسنوا إليك يا رب العالمين السؤال بقى حضرتك طبعا الله سبحانه وتعالى ينزل في السلس الأخير من الليل سبحانه وتعالى إنه هو يقرب العباد وينادي عليهم ويطلب منهم إنهما يقتربوا منه سبحانه وتعالى ويقبلوا عليه فيسأل هل من صاحب حاجة فيقضيها له هل من داع فيجيب له الله سبحانه وتعالى ينادي على الناس فلما قالوا يبقى الفترة دي السلس الأخير من الليل وقت استجابة الدعوة ليه لأن الله ما كان ينادي على العباد ويطلب منهم أن يفعلوا إلا وهو يجيب لهم لأن هذا وشيمة الكرام فالله سبحانه وتعالى لما ينادي علينا وبعدين وعدوا قال هل من استغفر فأغفر له هل من داع فاستجيب له هل من صاحب حاجة فأقضيها له فهو ربنا اللي طلب مننا كده إنما مسألة الركعتين بقى لعل اللي بيتكلم ده بيقولك إن انت لو عندك حاجة اعمل الكلام ده وده مجرب اه مجرب إن انت تصلي قضاء الحاجة في السلس الأخير من الليل ده مجرب وبتقضى به الحاجات اه مجرب وبتقضى به الحاجات لأن السلس الأخير من الليل ده وقت الأحبة وقت الله سبحانه وتعالى يعطي فيه عطاء واسع ويفتح كنوزة فضله ورحمته فلو بتعمل كده اه تعمل كده وده ان شاء الله يكون في ميزان حسناتك